تعالوا نروح لزميلة فاروق صلاح من تونس ومعنا لقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهل معنا في هذه الأسناء كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد دوافع جديدة والتحديات كتير وبتواجه صعوبات كتير طمنا على حالة الفريق وآخر استعدادات الفريق لمواجهة فريق للتراجي في المباراة الأولى مباراة الزهب الحمد لله يمكن النهاردة الفريق كله موجود باكتمال للعناصر اللي كانت موجودة في منتخبات بلادها زي بواليا وديانج وعلي معلول جوم مباراة بايتهم مع الفرق مباراة وكانوا موجودين من ليلة مباراة لكن يمكن بواليا هو اللي مشارك معنا في التدريبات ديانج وعلي معلول كان عندهم مباراة لاثنين مع بعض مباراة تونس كانت تلعب مالي هنا في تونس يعني فالراجل فضل ان هم المدير الفني فضل ان هو يخدر الكافر في القتيل مع واحد من الجهاز لكن الحمد للأمور كلها كتملت دلوقتي يعني يبقى بس ان شاء رحمن يبقى الثلاثة يام اللي جايين عندنا تمرين هنا في نفس الملعب وبعدين تمرين يتيوم الجمعة على السادس يا رادس ويوم السبت المباراة يعني ان شاء رحمن بإذن الله يكون استعدادنا كويس تحضرنا ان شاء رحمن نكون عاملينه بشكل كويس التركيزنا إن شاء الله رحمن يكون موجود معنا ما يغيبش عنا لحظة لحظة واحدة ما يغيبش عنا التركيز في المباراة خالص يعني إن شاء الله رحمن تفاصيل المباراة تبقى لصلاحنا مش علينا كانت سيد الموسم الماضي أو البطولة الماضية كانت مرحلة استعادة اللقب السنة دي أصعب إن أنا بحافظ على اللقب لكن ده دايما هو قدر الناديل بص هي مباراة كبيرة وبطولات كبيرة لازم تفصل دايما ما بين كل مرحلة والتانية وما بين كل مباراة والتانية فإن شاء الله نخش المباراة بتركيز عالي جدا يعني التركيز زي ما اللي قلت لك من دي واحدة ما يخبش عنا لحظة واحدة لأنها مباراة كبيرة كده تفصيلة صغيرة تدي لك الأفضلية والعكس صحيح يعني إن شاء الله رحمن يبقى معنانا التركيز ده والتوفيق يبقى حلفنا إن شاء الله رحمن ونرجع بنتيجة ساعدنا في مباراة العودة إن شاء الله كانت نسيد مباراة الترج بالتحديد مباراة ما بتتحسمش من التسعين ديالأولى عشتها كلاعب وعشتها كمدرب في 2001 شفنا المباراة الأولى مباراة الزب والحاسم كان في مباراة العودة أيضاً 2012 كان الحاسم في مباراة العودة مباراة في حسمش في تسعين ديالة ما أكيد الحاسم بمباراة العودة بالتأكيد واضح طبيعاً إن المباراة رايح جاي يذهب وإياب لكن خلينا أقول لك ب explo situation الحاجات اللي زي كده والمبارات الكبيرة اللي زي كده يعني حالة التركيز بتبقى عندك عالية من البداية مش من بداية اللقاء بس من التحضيرات يعني اثنين ان الشخصية بتفرق في المباراة الكبيرة لزاكية ده الشخصية المتواجدة داخل المباراة الشخصية اللي هي بتبقى يعني دايما موجودة في أثناء الجيم أي أن كانت حداث الجيم انت شخصيتك موجودة وثبتة يعني ولازم تبع عارف كويس جدا جدا يعني ان هي تفصيلة زي ما قلت صغيرة ممكن تساعد ان انت تسجل وتتفوق وبالتالي الأمر بيبقى سهلك يعني بتبقى الدنيا بالنسبة لك يعني المساحات هتبقى موجودة لكن برضو أرجع أقول يعني حالة التركيز ما تبقاش تقلب لتنشانة والعصبية احنا من جونا نكون هاديين جدا لكن متحمسين جدا يعني مركزين جدا لكن جوان هاديين ما يبقاش فيه توطر والعصبية ولا أي نوع من التنشان سيد الوجوه اللعبين مش ده الفريق اللي كانوا اخد البطولة أو اخد السوبر أفريكي بعد مبارات الصندوز والسعود قلت اللعبين عندنا بطولة عايزين استعيدها اللي هي السوبر الأفريقي النهاردة تقول إيه اللعبين وانت بتحفظ على اللقم قصة هي الكورة كل يوم بجديد كل يوم بجديد عايز تكتب تاريخ وتحقق أهدافك وتحقق مستوى انت عايز توصله وتأمل انت توصله امبارح بتعامبارح خلاص بتقفله بتقفله بكل ما فيه يعني لا هتقلبها دراما على طول ولا هتقلبها يعني كوميدي على طول أكيد يعني فيه على حسب الحالة اللي انت بتعيشها لكن التحضير ليها وقع تفتكر ان انت كل ما يعني ما بتاخد خطوة للاستعداد اللي قدامك بيقل بالعكس استعداد اللي قدامك بتزيد يعني الصعوبة بتزيد أكتر يعني لان مهم جدا ان انت تحفظ على اسمك وتمهم تحفظ على مكانتك يعني فمش هتجي غير بالشغل يعني اي حاجة في الدنيا كلها نجاحها ومرضودها واكبر دليل ترد عليه او اكبر حاجة ممكن ترد على اي حد في الدنيا كلها هو نجاحك في شغلك يعني كابتن سيد وجود الكابتن محمود الخطيب في أغلب الظروف وأصعب البواقف تقدر وجوده بيقدر سلام مهمة جدا للعبين اكيد يعني انت بتكلم في مبارات كبيرة وخصوصا كمان لما تروح لسيمي فاينال يعني فأهمية اللقاء وأهمية البطولة في نفس الوقت يعني أخيرا تقولي لكل جماهير الناد الأهلي ولو هتوجه رسالة من خلال قناة الناد الأهلي للعبين تقوله ميه أقولي ان ان شاء الله الرحمن من يخلش بلحظة عرق أو لحظة جهد واحدة في سبيل ان احنا حاجة كويسة ان شاء الله الرحمن ده وعد ان شاء الله الرحمن يعني المفروض اللي بقى واصل للناس كلها والناس كلها عارفة يعني لازم تتعب جدا 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 لازم تبقى عارف كويسة وان الأمر مستهل الأمر صعب يعني انت بتلعب بطولة أفريقية بطولة فيها الأهلي والترجي يمكن على المشهد الأخيرة أو الأربع سنة اللي فاتوا يعني 2017 موجود في الفاينال الأهلي والوداد 2018 الأهلي والترجي في الفاينال 2019 كان موجود الترجي والوداد و2020 الأهلي والزمالك فانت بتتكلم على أصل أربع بطولات ختمية ولا حاجة الأهلي فيهم موجود فيهم في ثلاثة فاينال منهم 2017 و2018 و2020 تمام فالترجي في أصل أربع نهائيات كان موجود في اتنين موجود في 2018 وموجود في 2018 أو 2019 فانت بتتكلم على قوة مباراة كبيرة جدا 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 فان شاء الرحمن بإذن الله المباراة تبقى عالية وقوية ومهمة جدا وكل حاجة ان شاء الرحمن بإذن الله بإذن الله تعالى كنت تركزنا فيها عالي وكنت وفي ربنا سبحانه وتعالى معاني إن شاء الله كابتن سيد عبد الحفيز هو هو لهجة الكلام والدوافع سواء في مباراة دور المجموعات سواء في دور التمانية سواء في الدور قبل النهائي حتى هو انت واخد بطولة دوافعك هي هي وقريب جدا من نبض الجمهور وبتحس بالجمهور وأيضا قريب من اللعبين مص يعني الواحد يعني عايزي يقول بس في الحياة عمتا يعني كل يوم زي ما فيها يعني أصوله وسوابت ومبادئ كمان فيها متغيرات كتير فمهم جدا جدا أن انت عشان تنجح لازم تشتغل يعني عشان تنجح لازم تشتغل لازم تشتغل تشوف تبقى دايما باصص لقدام باصص للخطوة اللي جاية باصص لهمية المرحلة يعني يعني مبارح تاريخ حلو يتعامل والناس بتفرح بيه وتبقى سعيدة بيه كمان لكن بكر بكر ده مهم جدا الناس تفكر فيه يعني تنسى البطولة بسرعة كابتن سيده بتفكر في الجديدة سيدة شخصة الأهلي يعني شخصة الأهلي من زمان جدا أقول لي ما كانتشو وصل اللي هو وصله يعني شكرا عزيزي مشاهدين متابعة شاشة تقناة النادل آلي في كل مكان ده كان لقانة مع الكابتن سيدة عبدالحفيز أعتقد كلام طالع من القلب من قلب الكابتن سيدة عبدالحفيز لكل جمهور النادل آلي طمنا من خلاله على حالة اللعبيين طمنا على كل الأمور الخاصة ببعثة فريق النادل آلي وأيضا وجود الكابتن محمود الخطيبة يطبقى ان شاء الله توفيق ان شاء الله لفريق النادل آلي أمام الترجي ان شاء الله تبقى مباراة مهمة وخطة مهمة جدا لفريق النادل في الحفاظ على اللقب بمشيئة الله بشكر زي مننا فروس صلاح ما شاء الله عامل تقطية مميزة جدا يعني كل جمهور النادل آلي كأنه موجود في تونس بالضبط وبشكر ايضا كابتن سيدة عبدالحفيز مدير الكرة بنادل آلي بنتمناله ان شاء الله هو وكل اللعيبة وجاز الفني كل التوفيق في مغرات السلام